الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن تأويل رؤية البتنجان في المنام للإمام محمد بن سيرين والنبلسي عليهم رحمة الله تعالى رحمة واسعة وهنتكلم عن أنواع كثيرة لرؤية البتنجان بالتفصيل فتابعونا تفسير رؤية البتنجان في المنام بالتفصيل البتنجان من أهم المأكلات الغنية بالعناصر المفيدة والمغزية مع اختلاف لونه وحجمه وشكله فهو معروف باحتوائه الغني بالحديد وهو معالج للأنميا ويستخدم في كثير من المأكلات ولكن هناك فرق كبير بين البتنجان في حياتنا الواقعية والبيذنجان في عالم الأحلام التفسير لأن البتنجان في عالم الأحلام ليس طعام مفيدا فحسب لكن لونه وشكله يدل على مغزي يشير إليه بداخل الرؤية التي يراها صاحب المنام وفي هذا المقال سنناقش هذا على كل حال البتنجان في المنام واحد إن رأى الشخص في منامه أنه يمسك بالبتنجان خلال حلمه فهو دليل على طيب سيرته بين الناس حتى وإن كان لون الثمر التي يمسك بها اسود اثنين وإن رأى الشخص أنه يأكل البتنجان فهو دليل على تحقيق ما يخطط صاحب الرؤية فعله تلاته رؤية البتنجان في المنام في غير وقت حصاده دليل على أشياء سيئة سوف تحدث لصاحب الحلم وهو شخص يحرص على استخدام الرخص التي منحها الله إليه وتدل أيضا على كمية الغل والحقد والقرهية الذي يملأ صدره ضد الآخرين إن كان صاحب الرؤية من أصحاب المهنة الحرفية كصائد الأسماك فهذه إشارة تدل على البشريات وقدوم الخير ومزيد من الصيد الكثير بوفرة وينعم عليه الله بالصيد من كل خيرات البحر ويترتب عليها الرزق الواسع والأموال الطائلة ومن رأى في منامه البتنجان في وقت زرعته وموسمه فهو دليل على الخير الوفير وتحقيق المراد إن رأت الفتاة العزباء البتنجان فهو دليل على ارتباط خير وإن رأته المتزوجة فهو خير ورزق وعودة غريب من الصفر ورؤية البتنجان المحشي دليل على حمل قريب وإن رأى الشخص بمنامه أنه يأكل أو يقلي البتنجان فهو دليل على نعمة وفرج ورزق قادم تفسير حلم البتنجان الأسود الكبير البتنجان على وجهه العموم في المنام يدل على المشاعر والعواطف التي يشعر بها الإنسان ورؤية الشخص خلال منامه بزنجان أسود فهو دليل على السمعة السيئة للشخص بين الناس تفسير رؤية البتنجان في الحلم للإمام ابن سيرين ومعناها ذكر الإمام محمد ابن سيرين أنه لو رأى الشخص البتنجان في المنام فهو تنبه بالهموم والأحزان والقدر والضيق وكسرة انشغال البال بالتفكير بكل ما يقلق هذا الشخص الذي رأى الحالم ولو رأى البزنجان في موسمه فهو دليل رزق ونجاح ومن رأاه أنه يأكل البزنجان في غير موسمه فهو دليل على الأخبار والمشكلات السيئة التي ستحدث له والله تعالى أعلى وأعلم ما قاله الإمام النبولسي حول تفسير رؤية البزنجان في المنام ومعناها قال الإمام النبولسي قولا مشابها لقول ابن سيرين وهو أن رؤية البزنجان في الحلم أو خلال المنام في وقت حصاد البزنجان تدل على المال والأرزاق التي سيكسبها صاحب الرؤية من غير تعب أو جزل مجهود طائل إن رأى الشخص البزنجان في غير موسمه وحصاده خلال منامه فهو دليل على الإنذار بالأخبار السيئة المكرورة لهذا الشخص رؤية البزنجان خلال المنام تدل على البهجة والفرح والخير الذي سيحدث لصاحب الرؤية وراحت البال الذي سيرزق بها وهدوء النفس إن كان صاحب الرؤية يعمل بالصيد سيرزق بخير كبير ورزق وفير والله تعالى أعلى وأعلم الأراء الواردة حول تفسير رؤية البزنجان في المنام في كتاب الظاهر ابن راشد ومعناها قال أبو سعيد الواعز البزنجان في غير وقته يدل على النصب والتعب إن الشخص الذي يراه خلال منامه إن عنده بزنجان فهو إشارة أنه مصاحب رجل متصف بصفة سيئة وإن رآه أنه صلقه فهو دليل على غم وهم للمرأة وإن رآه أنه يحصده ويأكل منه فهو دليل شر وضرر تفسير رؤية البزنجان للعزباء خلال المنام ومعناها إن رأت العزباء خلال منامها البزنجان فهو دليل خير وبشارة صرة وإن رأت العزباء خلال المنام بزنجان أبيض فهو دليل على ارتباط عاطفي عوقبه سعيدة ورباط حب دائم وقرب توقيت موعد الزواج تفسير رؤية البزنجان للمرأة المتزوجة خلال المنام ومعناها البتنجان للمتزودة بشارة خير ورزق وفرح وحياة طيبة البتنجان للمتزوجة في المنام دليل خير وعودة المغترب من صفر بعد غياب البتنجان المسلوق دليل على هم وقرب وحزن ولكنه سيزول عما قريب البتنجان المحشي دليل على حمل قريب وزرية طيبة أكل البزنجان في المنام ومن رأى في منامه أنه يأكل البزنجان فإن هذه الرؤية دليل على أن هذا الشخص يستخدم الرخص التي أبحها الله وشرعها الله له وربما تدل الرؤية على الحقد والقرهية وسوء ما يحمله صدر هذا الشخص ومرض قلبه بأمراض الغل واستخدام ذلك في الشر والخداع تفسير حلم البزنجان الأبيض لو رأى الشخص في منامه بزنجان أبيض وأمسك بيده صمر منه فهو دليل على السيرة الطيبة لهذا الشخص بين الناس آه دليل العنب يعني إحنا إيه إحنا كده إيه خلصنا البتنجان عادة أممكن أقول لكم برضو مقدمة في الحلقة دي عن العنب للإمام بن سرين العنب يعود من أشهى الفواكه الصيفية التي يرغب في تناولها كثير من الأشخاص ويعد من الفاكهة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفتمينات والمعادن الهمة للجسم ولكن هل رؤية العنب في المنام تحمل الخير والفائدة للإنسان في الحياة أم أنها تحمل له الشر والهموم والمشاكل لذلك يبحث كثير من الأشخاص عن تفسير هذه الرؤية والتي سوف نتناولها بالتفصيل من خلال هذا المقال أكل العنب في المنام يقول ابن سرين أنه إذا رأى الشخص في منامه أنه يقوم بتناول العنب الأبيض في أوانه دل ذلك على شفاءه من الأمراض شفاءه من الأمراض وتخلصه من جميع الهموم التي تحيط به إذا رأى أنه يتناول العنب الأخضر في منامه دل ذلك على أنه سوف يحصل على مكانه كبير بين الناس وسيحصل على علم تسير تفسير حلم أكل العنب إذا رأى الشخص أنه يتناول العنب من على الشجرة دل ذلك على أنه يعيش حياه سعيدة وسوف يحصل على ترقية في عمله إذا رأى الشخص في منامه أنه يقوم بتناول العنب الأسود دل ذلك على أنه سوف يتعرض إلى مشكلة كبيرة صغيرة في حياته إذا كان في أوانه إذا رأى أنه يتناول العنب الأسود في غير أوانه دل ذلك على أنه سوف يتعرض إلى ظلم ومشاكل كبيرة في حياته إن شاء الله عز وجل هي كانت أصلا الحلقة عن البتنجان بس إحنا اتكلمنا سنة كده عن العنب ما تنسو نشبق بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وجزاكم الله خيرا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين